السلام عليكم ورحمة الله نضيف كمان نص معلقة من الكزبرة النشفة ونص معلقة بابريكا ودي طماطمية كبيرة مبشورة ناعم جدا من غير الجلد بتاع احنا ارزين اللحم بس هنقلب كله مع بعضه كويس وبعد كده هندخله التلاجة من ساعة لساعتين وبعد ما يخرج من التلاجة هنجيب طاصة جريلا وحنحط فيها شوية زيت صغيرين وهننزل بقطع الفراخ لو مش عندك طاصة جريلا ممكن تعمليه في اي طاصة بس ما تكونش بتلزق هنسيب قطع الفراخ من 3 الاربع دقيق لحد ما الجنب التحت يستوي واول ما يلونه ما يبقى بني وجامل كده هنقلب على الجنب التاني هنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة لحد ما تستوي من الجنبين وده بيكون شكل الفراخ بعد ما استوت من ناحيتين شايفين شكلها حلو ازاي بجد الطريقة دي حلوة قبل ناس اللي بتعمل دايت طريقة صحية وطعمها بجد طحفة وده بيكون شكل طبقنا بعد ما خلصنا الكمية كلها شايفين شكله حلو ازاي انا كنت عاملة كمية كتير علشان انا كنت عند ماما ربنا يربي يخليها ليا ويبركلي فيها عملنا بطريقة مفيش اسهل منها وطعم بجد رهيب فيديو النهاردة كان سريع كده وخفيف بس بجد الطريقة سهلة جدا ممكن كمان تقدمي مع الطبق ده صالة الطحينة بيبطعمها حلو قوي مع الفراخ اللي مشوية في نهاية الفيديو لو الطريقة عجبتك ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة اشتركوا في القناة